اشتركوا في القناة لا بد نتقن هذه الخمس خطوات من خطوات القراءة الاستكشافية ونبدأ مع هذه الخطوات الخطوة الأولى هي التأمل في واجهة الكتاب عندما نمسك كتاب لا بد نتأمل في واجهته الألوان الرسومات الموجودة اسم الكاتب اسم دار النشر كل هذه الأشياء تعيننا على التركيز أكثر في هذا الكتاب الخطوة الثانية من خطوات القراءة الاستكشافية وهو قلب الكتاب يعني نذهب إلى ظهر الكتاب ظهر الكتاب سنجد فيه إما ملخص للكتاب أو جزء مقطع من المقدمة أو تعريف بالكاتب أو إصدارات لدار النشر أو إصدارات للكاتب وفي بعض الأحيان لا نجد شيء فالتأمل في ظهر الكتاب كذلك يعيننا على التعرف أكثر على هذا الكتاب الخطوة الثالثة من خطوات القراءة الاستكشافية وهو قراءة الفهرس من أوله إلى آخره القراءة الفهرس ستعطينا المزيد من المعلومات والتفصيلات والعنوين الكبرى لهذا الكتاب الخطوة الرابعة من القراءة الاستكشافية وهو قراءة المقدمة وكذلك نقرأها من أولها إلى آخرها هذه الأربع خطوات هي أهم خطوات في القراءة الاستكشافية بعدها تأتي الخطوة الأخيرة وهي أهم خطوة وهي تحديد الوقت لإنهاء هذا الكتاب الكثير من بدأوا في قراءة كتب ولكن لم ينهوها لهذه الساعة ربما بقوا فيها شهرين ثلاث أشهر حياتهم كامل وضعوا هذا الكتاب ولم ينهوه كل هذه الأسباب بسبب أنهم لم يحددوا الوقت لإنهاء هذا الكتاب فتحديد وقت لإنهاء هذا الكتاب هي أهم خطوة حتى ننهي هذا الكتاب ونستفيد منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة